كما تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل كنيكو للغاز في محافظة ديريزور شرقي سوريا إلى هجوم صاروخي وذكرت تقارير سورية أن حريقا اندلع في القاعدة عقب الهجوم بحسب مقاطع مصورة متداولة كما حلقت مسيرات أمريكية بشكل مكثف في محيط القاعدة مسؤول أمريكي قال لرويترس أن المقذفات التي أطلقت باتجاه قاعدة كنيكو لم تصبها والهجوم فشل اشتركوا في القناة